شدينا التساع صباحاً ومعيننا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا شرفت شكراً لك جمعنا التساع صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جيلانيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أعمال تطوير الشامل لهضبة مقتم وخلال التفقد أعمال التطوير شدد رئيس السيسي على إقامة أنشطة إثثمارية جديدة توفر فرص عمل لأكبر عدد من الشباب بما في ذلك أعمال إقامة محاور وطرق إضافية وإنشاء حواء الداعمة للهضبة حفاظاً على أمن المواطنين طالبة الولايات المتحدة روسيا بالتعاون في مبادرة حبوب البحر الأسود وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قالت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة ليندا توماس جرينفيلد إن مواصفته بطباطئ روسيا المتعمد في عمليات التفتيش أدى إلى بقاء عشرات الصفن المغادرة بينما تنتظر العشرات الأخرى عمليات التفتيش قبل أن يتمكنوا من نقل شحنات الحبوب إلى العالم وأوضحت السفيرة الأمريكية أن هذا التراكم يعني نفقات النوى تأخير إضافياً لملايين الأطنان من الحبوب ومعظمها موجه إلى بلدان نامية أعلن قاد في المحكمة العلية البرازيلية أنه سيدرق اسم الرئيس السابق جايير بورسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقار السلطة في العاصمة برازيليا في الثامن من يناير الجاري يأتي ذلك بعد أن طلبت نيابة العامة البرازيلية من المحكمة العلية فتح تحقيق في حق بورسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنظاره لمؤسسات السلطة وأوضحت النيابة أن بورسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد المحردين المعنويين على عمليات التخريب بعد أسبوع من تولي الرئيس اليساري لولا دا سيلفا أبلغت مجموعة من أكثر من 120 مشرعا أمريكيا إدارة الطيران الاتحادية بنت عطل نظام الكمبيوتر لديها الذي تسبب في تأخير 11 ألف رحلة جوية أمر غير مقبول على الإطلاق المجموعة طالبت الإدارة بشرح خطتها لتجانب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سام جريفز والديمقراطي البارز في اللجنة ريك لارسن إن اللجنة تعتزم إجراء إشراف قوي على خطة وزارة النقل لمنع حدوث هذا العطل مرة أخرى كما يسعى المشرعون لتقديم وزير النقل تكلفة تقديرية للخسائر التي منيت بها شركات طيران التجارية والركاب بسبب التأخير الناجم عن تعطل نظام الكمبيوتر انضمت ولاية كينتاكيل أكثر من عشرين ولاية أمريكية في حضر تطبيق تيك توك على أجهزة الحكومة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني وقالت الولاية إنها حدثت دليل الموظفين الخاص بها لمنع موظف الولاية من استخدام الأجهزة التي تديرها الحكومة للوصول إلى التطبيق بخلاف أغراض إنفاذ القانون ووقع حاكم ولايتي واسكنسون ونورت كالورينا أوامر تحضروا تيك توك على الأجهزة الحكومية واتخذت ولايات أوهايو ونيوجرسي وأركانسس إجراءات مماثلة في وقت سابق من هذا الأسبوع أعتذرت رئيسة بيرودينا بولوراتي عن سقوط عشرات القتلى في احتجاجات في أنحاء البلاد في الأسبوع الأخيرة وفي كلمة وجهتها إلى الأمة أكدت بولوراتي أنها لن تستقيل من منصبها هذا وأدت احتجاجات على مدى أسبوع إلى مقتل 42 شخصا على الأقل منذ أوائل ديسمبر عندما تمت الإطاحة بالزعيم السابق بيدرو كاتستيو واحتجازه بعد محاولته حل الكونغرس بشكل غير قانوني ورياضيا استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم لكرة اليد بالتحقيق انتصار تاريخي على حساب كرواتيا بنتيجة 31-22 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد المقامة في دولتين بولندا والسويد وبذلك يحصد منتخب مصر أو النقطتين في ضربة البداية بومونديا لليد ليتصدر المجموعة السابعة وبفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية التي انتصرت هي الأخرى على المغرب بنتيجة 28-27 ختم مجزء التاسع فاصل ونوض لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر